هذا وكان صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت قد وصل إلى الرياض في وقت سابق اليوم كان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ترجمة نانسي قنقر